كده الاول عن. اه لو عايزين نكتب على ورقة بحيث انتو تاخدوها معاكم انا ما عنديش مشكلة او اشرح على اللي انا كتبه هنا. مبدئيا احنا اصلا قبل كده لما كنا بنعمل حاجة اسمها يعني ايه يعني ان انا بعمل للداتا على مدار صغير. يعني مسلا ساعة ساعتين كده. ماشي? فايه هي الداتا اللي عندي اللي هي الويفز والوين. اللي احنا خلعناها. معلش الورو ممكن ييجو هنا عشو عارفة اي كنتكت كده. يعني عايزك تقوف وشي. ما عشان تقوف وشي بس عشان ربعان فاتحانك. عادي يعني. ماشي. فاحنا دلوقتي لو انا كان فيه مسلا يعني سين دابازن كده او النهر مسلا اي حاجة. وحطيت جيج اللي هي بتقيس الويفز. ماشي? يعني انا مسلا حطيت جيت وتقع على مسافة مسلا عشرين سونتسي. وبتقيس الويفز. عايزة ايس بقى الويف هايتس والكلام ده. فدلوقتي هتطلع الجراف. هيبقى فيه خط كده. اسمه ستيل. ده ما اقجرش اقول عليه سواء ان هو مين ووتر ليبل ولا ولا لو ولا هاي ولا اي حاجة. ده الليفل بتاع المية الاول ما حطيت الجيتش ده كانت عليه. وهبتدي ده ايس المية بتطلع وتنزل. الجيتش ده بي ايس مش ويف هايتس لأ ده بي ايس الووتر ديبس. فانا بقوم ما حددنا منه الويف هايتس. تمام? فانا دلوقتي ده كده كان الاتر وده كده الطائن. فهلاقي مسلا شكل عامل كده. تمام? اسمه ووتر فلاكتواشن. ده كده التغير بتاع ليفلس المية. فانا دلوقتي انا عندي الستيل ووتر ليبل ده الاول ما جيت انا لقيت ليفل بتاع المية عليه. بعد كيف تده الليفل المية يعلق ويوطع الويف هايتس عادة. فانا عايزة دلوقتي عبر عن الويف هايتس دي. يعني عايزة عبر عنها الاتش اللي احنا قبل كده بنجيبها ونجيب لنا الاتش سيجنافيكنت. تمام? ماشي. فانا دلوقتي بحدي الاتشات على ايه? بقوم جايبة البيكس اللي هو اعلى بيك واقل ده كده اتش وان. ده كده الويف هايت الاولين. بعد كده اقوم جايبة مسلا هنا اهو اعلى بيك واقل بقول دي مسلا الاتش دو. وهكزا. كده اتش سري. بجيب كل الاتشات اللي حصلت على مداره وخلي بالكو ده عشان شورت ترم ويف اناليس فبيكون مسلا ساعة اقصى حاجة مسلا. يعني بيكون حاجات كده على مدار صغير. فانا بقوم جايبة الاتشات دي كلها ودي اللي كانت بتاعه موجودة في جدول. وكنا بنجيب فيه اعلى تلت. وانا نجيب منين بتاعه ونقول ده اتش سيجنافيكن. الاتش اس اللي هي كانت كان المين بتاعه اعلى تلت من الاتش. طعم? دي كده اول حاجة. انما. ده ده هو شهر الجسه للثير هوي futur吹ي ذاتشة حاجة بقرارها الجهاز. وانت منها بتجيب بقى ال vídeos height نفسها. يعني لان الجهاز ده ب YEAH step muss. يعنيahn h تا كده. här um monitor level. level بتاعه المياه!需要 wave s. thought weds. فانتي بتلقي مسلا المياه نزلت. والمياه طلعت. والمياه نزلت. والمياه طلعت. والماه طلعت. بتعبون جابة من هكده ال granny disciplines. ده هالي هوي ابتقتغرر يصاي لك الواتش الواتر فكده جدنا الويف هايتس الدتا اللي عندي وجبت الاتش اس منها. تمام؟ ميشي. بعد كده ده كده الويف اناليسيس. تمام؟ بعد كده عندي اول ابروتش اللي انا قلتلكو عليه ده اسمه تايم دومين اناليسيس. دي اول طريقة ودي الطريقة اللي احنا بنستخدمها اللي انا بجيب فيها الاتش سيجنافك. تمام؟ ده كده شورت ترم ويف اناليسي. تمام كده؟ ميشي. دي اول طريقة. تاني طريقة يعني احنا جبنا خلاص الاتش سيجنافكا تاني طريقة فيه حاجة اسمها الويف سبيكترم اناليسيس. انا دلوقتي كان بيجيلي الاول لديتا. مثلا الديتاب اللي هي جايبني مثلا ايه اتشات كتير وبيقول دي كل ساعة. تمام؟ معناها ايه؟ معناها ان انا كانت جاء عندي جراف زايدة لمدة ساعة. ماشي؟ وكان عندي اتش وان اتش تو اتش سري. وامتجابة منه الاتش اتش quick significant وجبت الاول لديتا. دي بتاعت الساعة دي. وبعت هي الساعة اللي بعدها. برضو نفس الجراف وجبت كل الاتشات وجبت الح significant بتاعتها. وبقت ادي الاتش التاني بتاعت الاول لديتا. فلما يجب لي به الاول لديتا يقام معنا كده ان هو جايب كل ساعة واجب الح significant منها وعمل الكلام ده. ماشي؟ ده الحاجات دي اللي انا بعد كده هعمل منها long term wave analysis. تمام؟ ماشي. فانا دلوقتي خلاص انا كده عملت اول طريقة اللي هي time domain analysis. الثاني طريقة هي Frequency Domain Analysis هذه الطريقة ليس سنتطرق لها بس انت واسا عشان تكونوا عارفينها هو بيعمل علاقة ما بين اللي هي Frequency اللي هي كتواحد على T و Availability of Energy يتعاملون كده تمام؟ هو ما فيش اي حاجة احنا محتاجين اعرفه لان هو كان عمل قل ان فيه relation ما بين ال Availability اللي هو اللي يعبر عن الطاقة بال Time يعني هو يعبر عن الطاقة بال Time وبيقول ان ال Wave Length ليها علاقة ما بين Availability of Energy بس او انا مش هنتطرق لها وصل مومن دي طريقة تانية لل Short Term Wave Analysis وفيه طرق طبعا تانية كتابة ماشي من ال Short Term Wave Analysis دي انا بابتدي اعمل Long Term Wave Analysis يعني ايه Long Term Wave Analysis عايز اعمل Analysis على المدى البعيد المدى البعيد يعني انا مثلا عايز اجيب data بتاعت 500 سنة مثلا يعني وابتدي I expect data اللي هترصل السنين البعدة يعني انا اعمل data بتاعت 25 سنة عايز اعرف ال data اللي هترصل كمان مئة سنة اللي هي Returning period بتاعتي بتزيد زي ما احنا في ال Hydrology Returning period والكلام ده كل ماشي؟ تماما انا عادي دلوقتي نوعين من ال data وابتدي اول نوع من ال data يعني هنا data types Caste data Lap identific DR يعني ايه cost data دلوقتي اعلدي data بتاعت white scatter Gs قبل كده زي ما ما اخشي؟ عندي مثلا Jed ويبس وين. ماشي دي قبل كده. انا منها اقدر اعمل موديل واعمل له الكلمة اسمها ايه? ان انا بعمل ايه? ايوا بعمل ايه سويني الكلمة كاليبريشن. بعمل كاليبريشن للموديل على اساس الداتا دي. تمام? على اساس الانكست الداتا اللي عندي من الموديل الان المتأكدة منها انا اقصى واجبا كل طيب الموديل. فعملت كاليبريشن للموديل عندي لده. فادي الانكست الداتا دي قبل كده. كمSE اندي تاتا تحت الوايف. وسيلا نجيها. وانا عندي موديل عامل له الكاليبريشن موديل منها. لا لا. هاقدر لما chicken كاليبريشن للموديل الانكسته التحت الهواربا. تمام? ماشي. فانا هينolved كاست الداتا معناها ان انا بتنبأ في المودي. يعني اصلا في المودي لكن انا لدي داتا مستنتاجة من قبل كده هذا اسمه تربق في الماضي انما بعد كده اللي احنا بنعمله مفروض تربق في المستقبل ان انا بعمل بوركاستنج بقى ماشي الوبسورفيد داتا هي الداتا دي كده اسمها داتا اوبسورفيد ده اللي انا شفتها بعيني اللي انا ابكت ابسورفيد عندي ماشي ايه تورجت بتاعي؟ نابل نابل والتنسي طلب من في الفيديو و هذا الكمسورفر سيكون الناس اللي انا بعمل ان احنا بعمل ما لا احنا بعمل ده ما لا بعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام اشتركوا في القناة 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 نحن نعمل منها بقى. هي دي مزي. دي من الداتا اللي عندك اصلا انت بتحللها. مش بتتوقع حاجة في مستقبل. التانيين دول اللي هم. حتى لو حاجة مثلا نقصة زمانية. اه. عشان اجيبها برضو. لا الناقصة دي بتبقى تاني. دي دي حاجة تاني. دي داتا انا دخلتها للبرنامج. او الداتا كلها موجودة وعمل لها اناليز. تمام كده? عمل اناليز عشان كده استخدمنا بطريقة دي. التانيين اللي احنا قلنا نعمل بها. دي طريق حاجات تاني. تمام كده كاتويبل والكلام ده كله. دي دي حاجات تاني. فالمهم ان هو انا دلوقتي مطلع على جذور فيه الارتشن وملقاتش والبرفابيريتي بتاعة الاوكيرانز اللي احنا عملناها دي. والتي اللي هو الوير بريد. تمام? ماشي. فانا بعمل ايه? الداتا دي طلعت وبدخلها البرنامج. بتعتبر دلوقتي البوندري. مش احنا دلوقتي فايا ناخدين نقطة فنص البحر. وجبنا داتا بتاعتها. فانا عندي. ده كده استخدمي دي كده حتة الارض بتاعتي. دي حتة الارض بتاعتي multipleii الموجودة. ماشي? وانا ده البحر. كل ده البحر. كل ده البحر. ذي النقطة اللي انا جبتها عندها الـ ASF. هسميها باوندر. دي النقطة اللي انا حدخلتها في ايرا فايفT واجبت منها我說 ماشي? وده البحرع بتاعي. يعني انا هعمل المينة بتاعتي هنا. ده كده هربه. هعمل المينة بتاعتي هنا. تمام كده? وانا عندي الويف هايتس في وسط الماي. هل انا عندي الويف هايتس هنا? لا. فانا بدخلها على برنامج اللي هو مايك اللي احنا مفتونا احنا نستخدم ان شاء الله. بدخل الويف هايتس ده بسميه باوندري كوندشن. بدخلها النقطة اللي هي في وسط البحر دي بدخلها برنامج. ده الباوندري كوندشن. بيعمل ايه? بيجيب الويف هايتس هنا ويجيبها لك. او بالما تعود عند مطاقة الدراسة هتوصل لكيه. تمام كده? لكل اتجاه لوحده. لكل اتجاه لوحده. فانا بجيب الويف هايت من هنا. وافضل اقربها لحد ما اصل لحد منطقة الدراسة بتاعتي. بجيب له الكواردنس بتاعتها. ويجيبني الويف هايتس عند كل نقطة في تمام كده فانا بجيب ال H اللي هي بتاعت ال Bound Condition اللي هي كانت ال H Significant اللي احنا كنا عاملينها من قبل كده وقسمتها ورتبتها وجايب لي ال H Study عبر ما توصل لمنطقة الدراسة بتاعتي ووصلت ان هي بقى اكاة طبعا ال wave height ابتدي يقل يعني مثلا جول مايكة ستة متر مستحيط يكون ستة متر طبعا قريب من البحر كده ماشي فبلايه wave height استددت ال L فهو بيعمل لي analysis البرنامج اللي هو مايك بيعمل analysis الترتيب ده الكوز تولز الكوز تولز انا باخد منه الحاجة وبدخلها فدي كده اول حاجة ال data اللي هي اصلا اريدي عندي ويبتدي يعمل لها analysis ويصل ال H Study تمام دي كده اسمها ال Operational Data ده ال Data ده الحاجات اصلا اللي هي بتحصل الحاجات اللي هي اصلا حصلت قبل كده وموجودة عندي اسمها Operational ماشي تمام فانا عندي دلوقتي الكلام ده كله بستنتج منه ايه انا عندي ال Probability مثلا دي بافضل اوصل مسلا واحد اتنين تلاتة بتفضل اشوف بقى ال Probability of the current ستاعتهم كلهم وهتوسع في خناية كله وجمعتهم يقومين في المية بتاعت الاربعين سنة بتاعت كله direction تمام كده ماشي يعني انا الجدول ده بيكمل مثلا 22.5 وكمل لحد ماوصل ال 300 ال 300 ال 600 طاعت كله تمام كله وصلوا له الختة دي ماشي الجدول ده كده مكمل وجيي Probability of the current باسمها النوة النوة اللي انا بقفل فيها الميناء فانا الميناء بتاعت دي بكون شغالة تسعيم في المية لخمسة وتسعين في المية من السنة مش شغالة السنة كلها ببقى في لها تقريبا عشرة في المية من السنة او خمسة في المية تمام فانا عايز اعرف ال down time انا عايز اعرف انا هتتقفل لمدة قد ايه وعايز اعرف ال h threshold يعني ايه الحد limit h threshold ده كده اسمه limit يعني انا بمعنى اصح مش acceptable بالنسبة لي ان wave heights جوه الميناء تزيد اكتر من نص متر او الخمسة بتاعت ال 0.6 متر دي دي اقصى حاجة انا عايز اتخش اعرف ال h dopo عن حاجة لو طلعت اكتر من 90% يبقى لا يبقى المستر بلاني انت يقول له ده مش اكسبته بالاصل طول بقى بريكوتر اعمل اي حاجة تقلي ال wave heights بغوا بحيس انه ما يبقاش 90% من السنة يعني probability of proclarence بغوا لها تقع زاد من 90% فهمين الحتة دي ولا ايه فهمينها دلوقتي انا عندي wave heights وسذيط واحدة المنات مقبولы قمت بعمل مصورة اقصى حاجة من اعتبر ان الو EFUD ليس بسعادت على نصف متر لا . هترى هنا نصف متر كانت الو EFUD مثلا يعني دى المخاطر و اسمها كانت تأخذها فانا لم يريد انها تزيد عن 90% اللي هى اصلا شغال بها المائة يعني انا مش عايزة يبقى زي دكتر من كده. انا دلوقتي انا مسلاً هنا مهمة انا دلوقتي عايزة اشغل مينة 90% فمعنى كده ان انا مش عايزة الويف هايتس اللي هي دخلة اللي هي النصف متر دي تزيد احتمالية حدوثها عن 90% تمام كده ما ينفعت فاي ديركشن تمام ماشي. انا دلوقتي جبت مسلاً ده اللي هيكون في ال Ith Studdy في منطقة الدراسة يعني المقاطه دي مش في ال IthS اللي انا اسمتها جوه. يعني انا اصلاً دا هي ال It plugged into the 시 const διαada مسلاً. انا سي Beginn active when it started four till five وابلان ما وصلت ال Itch studying بيبدأ نصف متر فشوهوا في an hour trampity不等 the land which begins the 지 security. هيLevelty which should belocked with program on next temperature. مش مش ع ملتين حدوث دي مش دي نتجه عن دي. مش ان ال itch study اللي rebuilt line that makes this one نص المياه. هي فلت تتحرك لحد الموصل الثاني وصلت نص. فتشوف احتمالية حدوثها. ولا مش عايز احتمالية حدوثها تكون اكتر من تسعين في الماء. ما ينفعش. تمام? اقل عادي. اقل عادي. اقل عادي. اقل عادي. اقل ويف ممكن. ممكن عايزة يجي جوه المياه. لازم يبقى يبقى انا اي حاجة اعلى منه يبقى روبيلتي اكسيلنس. روبيلتي اكسيلنس تاته وينفعش تبقى اكتر من عشرة في الماء. ان هو يزيد عن كده يبقى اكتر من عشرة في الماء. يبقى حدوثه تسعين. يزيد عنه عشرة. اكتر من عشرة. اكتر من عشرة. اه. اه. تمام? مائش. انا اعتبرها في الميناء بتاعتي. تمام كده? ماشي. فانا عندي دلوقتي. يبقى انا البرابيليتي فو كيرونس بتاعت النصف متر اللي هي تطلعني من مايك اللي هي احتمالية حدوثها نفس احتمالية حدوث الاتشة نفيكانت اللي في قص الماء. تمام? ماينفعش تكون اكتر من تسعين في الماء. طلعت اكتر. يعني انا سيئنا اللي كان شريطي ان انا هشغل منها دي تسعين في الماء من السنة. طلعت اكتر يبقى انا اللي انت جايبولي اللي احنا رسمناه في الماستر كتر. تمام? يبقى انا اللي انت جايبولي ده مش اكسبته. تمام? يبقى انا محتاجة ان انا مثلا اطاول البريكوتر محتاجة ازبط اللي انا جايببهوله ده. بحيس على مايك ده بيعمل كل حاجة. كل حاجة لحد مايوثها من الوايف هايت جوة بقى مكام. يعني انا بدخله اصلا البريكوتر اللي انا عملاه. بدخله بدخله كرسمة. وهو بيكون عارف ان هنا فيه بريكوتر. فمايك ده بيعمل كل حاجة. ايه? البرنامج بيشغالها ازاي? لا هو 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 النالسز للحاجة بيعملها بيعمل دفركشن بقى وكل حاجة. انت كده كده فاهمين. انت كده كده فاهمين درستوها. كان ينزلوا تدرسوا الواحدة. لا لا هو البرنامج هو اللي بيعمل كل حاجة. انت بتدخله ايه? بدخله ديركشن و اتش و تي. بدخله ديركشن و اتش و تي اللي هي الواف بدخله الثلاثة دول. البرنامج دي حاجة لي انا على جمع. تمام? ماشي. انا الكلام ده كله اسمه ايه? عشان ما تنسوش الكلمة او بريشنل. ده التشغيل. دي الواف هايتس اللي موجودة. اللي بتشتغل. مش الاكستريم عشان لسه هقول الاكستريم دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عشان اشوف ده اكستبت بالو ولا لأ. باشوف الواف هايتس من الواف هتلاقوه فايل اسمه روز. ماشي? اللي احنا هنعمل عليه دلوقتي. هو ده الحاجة دي اللي بتطلع منه. دي اسمها الواف هايتس. ماشي? اللي انا على اساسها باشوف التشغيل اللي هو بتاع النص متر ده. كله اللي احنا هايتس من حتة دي. ايوه بالضغط. لو زادت يقفينه او ايب انا في الاتش ستادي. اللي هيوصولني في الاتش ستادي. انا دخلت البرة ده اللي هو منزلو من نص ونص الواحدة ده كله دخلته على مايك. طلعني الاتش ستادي دي بنص هنا على سلا لما كانت الواف هاتنا رتعها لخمسة. دي عند الباوندري. دي عند الباوندري. النص ده جوه عند الاتش ستادي مانتقة الدراسة. ده كده ده كده في مكان بتاع المشروع بتاعكم. ده كده في مكان بتاع المشروع بتاعكم. والاريا اللي انتي مسمح لك تأمين فيها وبتأمين البريكووتر ستجيبك بتجيبك كوردنس النين مع السيفلس فيدي. ده حاجات لسه هنعملها قداما. ستجيبك بان دلوقتي. ماشي? تمام? انا دلوقتي. دخلت ده الباوندري كونديشن نقطة وسط الماء. النقطة دي فكركم لما تكون خمسة متر جوه وبالما توصل عندي عند الارض هتكون بخمسة ولا هتقل? هتقل لان انا الارض بتعلق. تمام? ماشي. فانا دلوقتي سيء مسلا ان كانت جوه البحر كت بخمسة. عبالما وستثلي كت بنص. ماشي? يبقى الارض بتاعتها او ان هي تحصل نص متر. مش هي نفسها الارض بتاعت المسببة لها اللي هي الخمسة متر. نصف الارض. فسيب مثلا الارض الارض. فانا احتمالية حدوثها او حدوث اقل منها ما ينفعش يزيد عن تسعين في الماء. يعني اتجمعها دول كده ما يزيدش عن تسعين في الماء. تمام? هي واللي فوقها. واللي هما اقل منها يعني. اللي اقل من النص. النص واللي اقل منه. احتمالية حدوثها مجموعا كده ما يزيدش عن تسعين في الماء. تمام كده? احتمالية ان هو يزيد عن نص يبقى عشر في الماء. تمام كده? كله وصلت له. كلها ميزيتش عن تسعين. بالضبط. مجموعهم. لا مجموع النص باللي فوقي. ميزيتش عن تسعين. تمام? هل في حاجة الواحدة تطلع لك تسعين في الماء احتمالية تخلصها? مستحيل. ماشي? بتكون بتجمع عن النص دي باللي فوقها. يعني انت مسلا من فوقها دي تب او بوينت سري فايف. او بوينت تو. فاهمني? بتدي بقى تجمع بتاعتهم دي. بتجمعها وتشوفها ان ايه بقت كان. تمام كده? كله وصلت له. مناشي. دي اللي بتبقى حولة طالح قربة الاسعين. او ماينفشت بقى ابتر من كده. داعي يعني. حتى لو فيها قل بس يفشت بقل. عادي. عادي لو تمانين. ان حدوثهم يعني. اللي هو سعيدة هتحس انت بتعمل واست. كأنك مسلا الواي فايتس اصلا مش بتيجي نصف متل ازازا. لانت كده واست. لكن غير كده ماينفشت زيد عن تسعين. تمام? ماينفشت احتمالية حدوثها هيا او ازياد منها يضيب عن عشر. هيا هتوصل ان شاء الله يعني. تمام? وصلت لحد هنا كده. ماشي. دي اول حاجة في long term wave analysis. تاني حاجة بقى بنعمل ايه? يعني انا هبقى بعتلكوا الورقة ده انا كبه فيه الجملة يعني عشان تقولوها هتوضلتوا ورقا تبقى قدامك. تاني حاجة extreme wave analysis. دلوقتي كرين الشورت ترم الاتش اس اللي انا طلعتها من كل ساعة. هرسم لها بقى بتاعه. انا كده. رسمت لها ده. لو كان one hour. two hour. نهاية ديتها دي كده? دي كده ال wave. اه مش wave heights. ال Hs. دي ال Hs. significant wave heights اللي بتاعت كل ساعة. وده time. طيب انه بقى اربعين سنة خمسين سنة. ايه? ماشي. واجبت بقى على مدر بقى اربعين سنة. اللي انا ال data اللي انا طلعتها. تمام? دي ال data اللي انا طلعتها من قبل كده واستنتجتها اللي طلعتها من ايرفاية. ما هي الكل سنة? هي انت الاربعين سنة? ايه? انا اعيز ارى الاربعين سنة دي. اعيز ارى اللي احسر بعد مئة سنة بقى. هو ده اللي انا بعمل. الفكرة هنا عندي في الجراف ده. ان كل wave height معتمد على التانية. يعني مثل كانت D. 3.4 متر. وده كانت 5 متر. مش ال 5 دي معتمد على ال 3.4? معتمد عليها. يعني ال wave height جاية من من ترقم ال wave height اللي قبلها بالكلام ده كله. فالتنين معتمدين على بعض. الفكرة في ايه? ان انا سوالين. الفكرة ان انا ما ينفعش اعمل statistical analysis ل data معتمد على بعضها. ما ينفعش D معتمد على دي او ما عامل analysis لل data دي. مش 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 مقبول يعني ان انا عمل كده. فانا عايز اعمل ايه? انا عايز اخلي كل واحدة فيهم dependent. مش معتمد على الحاجة تانية. عايز اخلي كل حاجة مش معتمد على الحاجة تانية. طبعا اعمل ايه? في حاجة اسمها put اللي هي ال P over تمام? عندي ال H T. ال H T ده بما مسلا واحد واحد ونص اتنين. ده كده ال الارقوم ال يعني. يعني ايه? يعني دلوقتي هقوم اعمل كده. وكان ال H T بتسعي واحد متر. مسلا. انا عملت الخط ده. قلت ان اعلى اي حاجة اعلى من الواحد متر دي هعتبرها storm واي حاجة اقل منها هعتبرها calm. calm حاجة حاجة مش مش storm يعني. مش عاصفة. وبتدي عبر عن كل عاصفة ب H واحدة بس. يعني ايه? يعني دلوقتي مش الخط ده عملتوا كده? مش دي كلها كده فوقي. هشوف ال peak. ده كده P. نسميه H1. ماشي? وهنا برضه شوف ده كده كل فوقي. يعني هل هي نزل تحت الخط ده? لا لسه. يبقى لسه المستمر. يبقى المستمر بدأت هنا وانتهت فين انتهيت هنا. وهنا ده calm. اللي تحت ده calm. ماذا معتبتش storm. وهيني المستمر التانية بدأت هنا وانتهت هنا. تمام? هعبر عن كل storm بH الواحدة. يعني انا مثلا H تحت الستورم دي هتكون عني H4 ده. H1 دي مثلا ودي H2. وعندي الستورم البعدة. بدأت هنا وانتهت هنا. اشوف اعلى واحدة فيهم. يعني اشوف برضه اطلع اطلع اطلع. هل هي ليس اوسط الاخر? لا. هل هي ننسي تاني? واطلع تاني. او ما هي دي كده اعلى حقا فيه. دي كده H3. وهيني دي كده? ال H4. متخيلين ان دات بتاعت الاربعين سنة مسلا. طلعت كم بس بيك? حاجة صغيرة او. وكل واحدة فيهم من الواحدة. الستورم من الواحدة. ماشي? ماشي. فانا كده بستورم. وده كده البيك. ال H1 وال H2 كلام ده كله اسمه البيك اوبر تريش هولد. البيك اللي فوق تريش هولد اللي انا عمله. اللي متلا انا حطيته ده. تمام? فعبرت عن كل ستورم بH واحدة بس. تمام كده? ماشي. فانا يفضل عندي ال H اللي هي ال H تي دي تكوني اما واحد اما واحد ونص اما اثنين. ده يجي من اناليسس كتير جدا. كان جاي دكتور كارا يعني دكتور كارا معوراك كتير بقت عملت عليها. فهدوصلوا ان ده كده لو عملت اي حاجة فيهم هتلاقي في الاخر برضو نتيجة واحدة. تمام كده? ماشي. تمام. انا عايزة اوليكو حاجة في كتاب. انا شعب الكتاب ده يكون موجود على. المصدر انا عبعد الكتاب ده على الهروف. بعتينه سكرينشوت اه اه لا هيصدقك هيصدقك متى بايش. صوريني عايزة اطلع لكم كتابة عشان اواريكم بس الحاجة تتخيلوها. هام اه اه تعرفت تبتاحي الواتساب هنا اه او معلش افتاحي الواتساب هنا وهتلقيني بعد تلينك على الجروب بتاع الدرايف وتقالى مشروع بتاعنا. عليه كل الريفرنسيز وفيه ده هطلع بس اكتبع عشان اوليكم الحاجة عليه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دلوقتي ده الجدول اللي كنت بقول لكم عليه ده في الاتش الاتش دي اللي هي ايه? هو اخذ اللي هو النص ده. تمام? اخذ بتاع اي حاجة. المهم الاتش ده هي الاتشات اللي هي اللي قلت لكم احنا احجبنا انا نساز من الدات. الان ده هو عدد حدوثها. عدد حدوثها. وهو اختار تليش هولد هنا بواحد ونصف متر. تمام? اللي هي اللي احنا قلنا عليه هنا دي. اخذها بواحد ونصف متر. فبالتالي بدأ اول حاجة من 1.75 اللي هي فوق الواحد ونصف. اول وفاجة جات لفوق الواحد ونصف. والان دي اللي هي حدوثها في خلال العدد سنين انا دخلتها. تمام? ماشي. البي ده هو البروبابيليتي اللي هو هيساوي ايه? هيساوي الان على التوتل اللي هو اللي تحت ده. اللي هو الفين سمعمائة ثمانية وثلاثين. حاسم الاثنين على بعض. هيطلع للبي. تمام? دي كده البروبابيليتي. الكيو هو البروبابيليتي. اللي هي 1-D. تمام? احتمانية حدوث اكتر من كده. هتكون هي دي. تمام? الزد دي بقى هي ايه? الزد دي عارفين البروبابيليتي ديستربيوشن اللي هي النورمال والكلام ده كله. الزد دي هو دخل بالـ H والكلام ده يعني احنا لو بصينا بتاعة. ايه الحاجات دي دخل فيها جاب بتاعتها. دخل يعني جاب الـ H و جاب بتاعتها الـ standard deviation والكلام ده كله ودخل وجاب البروبابيليتي. عشان شايفين الجراف سوانية اوليها لكم. شايفين الجراف ده? دي النقط اللي هي المربعات دي دي كده الدسة اللي هي بتاعتي. البروبابيليتي بتاعتي. الخاط ده دي النقط اللي انا حسابته. الخط ده ده اللي مثلا بتاع النورمال في زونية. فانا بحاول أشوف أقرب خط هيوصل معدتها بتاعت دي. تمام? عشان أقول ان هو دي دي دي. تمام كده؟ اللي توصلناه واللي هيكون شغائين عليه فكارم. هو ويبل. هو استخدم ويبل. تمام كده? ماشي. فهو استخدم بتاعة ويبل. وعمل بقى ايه كل الكلام ده? يشوفني ايه اقرب حاجة? وفيدل يجيب الالفا والبيتا والجاما والكلام ده كله. تمام? ماشي. بسيدي بقى نشتغل على الداتا اللي عندنا عشان نشوف ايه كل حاجة بيطلعها البنامي بتاعه. انا طبعا بيستخدم عشان اوصل لايه? عايز اعمل الاستخدم. يعني سيجيب الداتا مسال عن احتمالية احتمالية حدوث الاول? او صيح احتمالية تتوص اords ليه مش احتمالية اه احتمالة بتاع المائت سنة. هتكون هى? اللي هي اعلى واي هو ماه?". هو الاستخدم والانالسيس دي اعلى وايเหがيت ممكن تيجي في المائت سنة قدام. يعني انا الكلام ده! الكلام اللي انا عملته هنا ده عشان نعمل الاستخدم والانالسيس. اitating الي حاصل في عشرين سنة عشر سنانه الخمسين سنة كله. الفيشوف آپ оно مثلا احتماية حضو اقصى ويف هايت ممكن تيجي بعد مئة سنة هتكون ايه تمام دي برده لسه 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 هدخلها على مايك عشان اجيب الاتش بتاعت منطقة الدراسة يعني انا اعلى حاجة حصلت في اتجاه الشمال اعلى حاجة حصلت في اتجاه الشمال مثلا في الباوندري كونديشن كانت بعشرة متر فهشوف عبار ما وصلت لي المنطقة الدراسة بعد ما دخلها على مايك قصة لكم متر وهي الاتش دي اللي بقمنا عليها ديزاين بريكوتر اه الاتش دي اللي هي بدعة الي�� دي بعمل بيها ديزاين اللي هي الى احنا جبناه هنا دي الاتش دي اللي بشوف فيه انه هقفل المين متر يبقى التاني عمل بيها ديزاين ودي اللي هقفل به هين المين قيمตر يبقى كده كل ده. واسه ان احنا نشتغل بويبل. تمام كده? ماشي. دلوقتي الدياتا اللي انا كنت بعتها لكم. الدياتا اللي انا كنت بعتها لكم فين? هنا. دي دي اه لسه ده ده هو استخدمه عشان خطر يعمل بي اكسترابوليشن. اكسترابوليشن. تمام. شايفين دلوقتي دي الدياتا كده اللي احنا ايه المفروض طلعت من ارا فايف قبل كده. دي تاتا بتاعت المشرب بتاعنا. كنا جايبين دا تاتاعت اربعين سنة. اللي ننزلتها من ارا فايف. وفتحت من الناس دي اف. وبقى كده بقوم بعدها بنحط على الاسل اللي بقى. بس الفايل تقيل جدا طبعا يعني. تمام. الداتا دي. دي بتاعت اربعين سنة. ايه اعزو اريكو بقى هتبقى. اهو الاكسترابول في وشي كم مرة يعني تلتمية وسبعين الف. تمام? تلتمية وسبعين الف داتا. دخلته. مفروض بقى عنده. ادخله عنده دكتور كارم يعمل انا زليل. بس ازاي ادخله بقى ده اللي احنا لسا نعرف. التاين انتو زي ما انتو شايفين هو طبعا البرنامج ما بيقدرش يستوعب كل العادة ده من الداتا. فهنا عملنا ايه? جينا اجربنا نقلي الداتا دي لاتنين. يعني كان عندي عندي الساعة صفر وعند الساعة واحدة وعند ساعة ثلاثة. الحد ما وصلت بعد الاربعين سنة دول. ومتخلت ايه قلت خلص انا اخر عند صفر وعند اثنين وعند ثلاثة وعند اربعة. يعني حدت نص داتا معنا اصح. دخلتها لاتبالنامج برد ومشتغلش. امتجابة بقى تلت الداتا. يعني يعني جبت ايه عند كل بعد كل تلاث ساعات قصر مش تلت الداتا. عملت كل تلاث ساعات. يعني زيرو لتلاثة وبعكاها ستة وبعكاها تسعة. بدل ما كان زيرو واحد من ثلاثة اربعة لأ. عملت. عملت فكتور يعني من الداتا وخليت بس الداتا دي. يعني بسوا. اه اه ماشي. اوكي. ده لسه ما ناخد معي يعني ده حاجة تاني. ماشي. انا دلوقتي ده. يعني لو شفتو. احنا جينا عملنا اللي هي كل تلات ساعات. عملنا سليكشن دي. وهتلاقوا الطريقة اللي احنا عملنا بها دي هتلاقوا في درايف اللي انا بعتبركم هتلاقوه في الفيديو زي اللي الاكسترا يعني. هتلاقوا احنا كل حال علينا في درايف بتاعه. ماشي. كده جبنا ال time. والsignificant wave height اللي احنا طلعناه من ارا 5. اللي احنا قولنا نشرح تلكم شوية جاتنين بقوا الكلام ده كله. ده significant wave height. والتي بي ده whole wave period. تمام? والdirection اللي اتجاه بتاعه. واليوتن والفي تن دول حاجه تبع الwind. اللي جبت منهم الwind speed. الwind speed ده اللي احنا قسمنا الاتنين دول عملنا روت ده سكوير زي الده سكوير. ده الحاجه اللي احنا طلعناه من ارا 5 بالوحده. احنا عشان دخل الكلام ده على ال cost tools. نفتح بقى كده ال cost tools. احو. دي مكتش موجودة عندك صح? انا مش فكر في الصورة اللي انت بعدسيها مكتش موجودة. احو هي فعلا مكتش موجودة. اي فكرة ان اولا لابن بالنبجة رفع درايف في حاجة راح يتمنى. المهم انت تقدروا يعني تتنزلوه اصلا حتى ما فيه setup ولا اي حاجة وبيفتح على طول. ده كده ال cost tools. ده البرنامج اللي بيعمل الاناليسز لكل حاجة. دلوقتي بخش على ال waves اقول long term wave analysis. long term analysis. هتلاقى دورة تطلع علي كلام ده. انا عايز ادخله الفايل بتاعي. هدخله ازاي? هجل اشوف ال options اللي عندي هنا. هلاقي ال option التاني. عايز hs significant wave height و direction tp. انا المفروض ان انا ادخله ال data بالترتيب ده. كلام فيه hs و column field direction و column field tp. تمام? ماشي. فانا هجيب من ال excel ده هفتح excel تاني. تمام? ماشي. واجيب من ده كده ال hs هدوس control shift متاح. all copy. ماشي. انا كده نجد excel التاني. نسميه نحو. نتعني كالكيبورد ده باي ده خلص لمنتاتي. hs ماشي. direction ماشي. وبعدها. hs. اتش اس. اتش اس لتالي ماهر. فاولين جايز او نجد انكبرت. ماشي. 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 هل بسبب بريكوردين فوبيا من كده؟ ماشي. 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 بعد ما عملنا للداتا. وجبنا هنا. طبعا هتلاقي عدد الداتا مختلف لان هناك نجاب داتا كلها. هنا دي بعد ما قلناه. بعد ما قلناه وجبنا بس كل تلات ساعي. المهم. هتدي اخد بقى عشان برنامج ما بيستقبلش excel بيستقبل. تكست فايل. هتدي اعمل copy. بعد كده هفتح تكست فايل. مش بيفتح هنا. كنترول شفت التحت. كنترول شفت التحت. كنترول شفت ودو سين. ايه المفايل. ماشي. 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 وهاً. شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة خلاص خلاص مش لازم هو اصلا كده كده في العرفة اشتغل اهو نتأكد بس ان كل حاجة قفلة فتحت جنبه بعض عشان ايه ما يبقىش شي حاجة نسينا نعمل لها قبل كده كلهم تمام خلاص احنا نسام الفايل ده طب تصيب فين بقى ايه ما نسيبه 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 وسميه ايه اكستركت الديتا فروم ارا فايف اعتقد انه محتاجه لا عادي عادي التجست باب نستضمه في حاجات معينة بس هو ده بيبقى كبايس يعني في الحاجات ده بس انه كنت واشعر على التجست باب عادي انا نسيبه ايه ما نسيبه ايه ما نسيبه ايه انه ايه فراسة التجنيه مبقى تكون بطنته ايه ميش اصانيها تمام ماشي نفتح بقى الكوستوز هنقول له او عشان اضل الفايل اهي هنقول له هي دي هندخل بقى الفايل اللي احنا عملنا ايضا. كده ندخلطل الفايل. ماشي. هليك انت كل ساعة? كل تلات ساعات. اهنا ديها خليها تلاتة. الويف هايد بنس. الويف هايد بنس اللي هو ايه عايز يعرف انا هتوقى كم بن يعني هقسم هالك كم بن. مسلا انا دلوقتي كان الويف هايد تاليبا اقصى حاجة خمسة ولا حاجة فبقول خلص اتنشر بن كل بن عرضها اه نص نص يعني زيروا نص ولا نص واحد 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 ونص والكلام ده كل. فبقول له التقسيم بتاعت البنس ايه? الستارتنج ويف هايد فاكرين لما كنا بديعمل الويف روز والكلام ده مش كون سعب نعمل داير في النص وبنسمي دي هو هو الربع دي هي اصده به كده احنا خليه سفر مش عايزين لنضرب. ماشي. بحس الديريكشن. انا عايزيها ايه عايزيها ايه اللي هو شمال شر 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 غرب وكلام ده. دي اتناشر اه هي ستاشر قصدي. ماشي. وبعد كده. الويف بريد بقى ايه ممكن تبقى توصل ان هي خمستاشر ولا حاجة. لان الويف بريد تبقى. يعني لو خليتها اتناشر وكل واحدة فيه واحد يعني انها سنية. سنتين ثلاث سوين اربع سوين فدر ايما بيكون في ويف بريد ممكن توصل ان هي تكون خمستاشر ستاشر سنية. عشان كيف اخليها خمستاشر يعني. ماشي? وبرده ده هيبدأ بالصفر. البيك اوبر ثريشهول اللي هي البي او تي فاكرين اللي احنا قلنا ان هي بنختارها واحد او واحد ونص او اتنين. اذا عادي عايزة اصابها واحد اعايزين انتخلوا واحد ونص او كما انتم عايزين. ماشي? واحد واحد ونص او اتنين ماشي تفهم. الالف بتاعت الويبر ديستربيوشن هو القانون ده كان في بارامتر اسمه آآ 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 الفا. البرامتر ده بيعمل ايه? البرامتر ده انا لو سيبته بصفر انا هخلي هو يحسبه لوحده. ويخلي الفاكتور ده يقربه اكتر حاجة بالتالي عشخاص غربة حاجة لدينا نضخله. الالفة ده اللي انا مسلا ممكن يقب اي حاجة هو بيزبطه بحيس ان يخلي الدات اقرب ما يكون لكرف يعني يخلي قصد الكيرف اقرب ما يكون لداته تمام فانا بخليه بصفر عشان هو اللي اللي يعمله هو اللي يحسب الرقم ده انه لو دخلته برقم معين هو يحسب لرقم معين ده فانا بنسبح له بصفر عشان هو يحسب له ماشي خلصت الكلام ده كله هقول له. نفتح بقى. المكان اللي احنا كنا حطين في الفايل. هلاقي في كل الفايلات دي. تمام? ماشي. اه خليها تفتح باعيزانها انا اوبن ويز. نفيش اوبن ويز. نفتح بالنوت باد او بتكسب اي حال. ايش. ماشي. كله هيفتح بالنوت باد كيسون. دباردو عايز من نوت باد. كده كل من الباب. تمام. اول حاجة خلينا احسن نفتح بتاعة الروز الاول. الروز. الفايل بتاع الروز ده هو دي. هو الكلام ده. بعيدا عن دي ده لان دي لانتوصل من مايك. هو الكلام ده في الفايل بتاع الروز ده. الدياريكشن. الدياريكشن خلي بالكم ان هو مثلا لو الدياريكشن سيب اللي هو النورث هو بيجيب قبلها بحداشر وروق وبعدها بحداشر وروق. عشان خاطر اللي هي تكون اللي هي كلها العرض بتاعة دا دايرة تي كده. بقسمها ستاشر. بقسمها ستاشر. مش هو ده اتجاه الشمال. اللي هو صف. فالعرض بتاعه اللي هو بتاع اتجاه الشمال ده مش هو كله 22.5. فهو اخد 1.4 من هنا. فهو بيعبر عن الشمال بكده يعني بيقول من من 3.8.85 ل11.25. ده كده الاتجاه بتاع الشمال. تمام؟ ماشي. السجنيفكنت ويف هايت. اسمها بقى او من زيرو النص. كان السجنيفكنت ويف هايت من زيرو النص في الدياريكشن بتاع الشمال. كان حدوثها النمبر بتاع الاكيرنس. عدد حدوثها في خلال الاربعين سنة لم دخلها له. كانت 8291. يبقى انا دلوقتي ده عدد حدوث الويف هايت من زيرو النص لمدة اربعين سنة. كان عدد حدوثهم كان 8291. تمام كده؟ وهنا بقى في اتجاه الشمال برضو. من نص الواحد كان حدوثهم قد كده. ومن واحد الواحد نص كان حدوثهم قد كده. فدل بيقول الاتجاه الشمال عمل لكله. هتلقى تاخد بركم من اخر كن كل صفاري. او معنى كده انه اعلى جدل كان بخمسة. عشان بعد كده كل حاجة بصفر. تمام? فمقسمهم اتناشر واحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوث اتناشر. الاتناشر انا دخلتهم. تمام? ماشي. تمام? بعد كده جي بقى الشمال شرق شرق. عملها. تمام? فدل بقى ايامل كل الكل الكلام ده لكل الاتجاه. شف عددهم قدية. والقلم في صفر. انا انا قلت له ان مش عايز اي اي حاجة مش عايز اي حاجة القلم في النص مش هعتبر اي حاجة اقل من ربع مثلا القلم. بعد كده ما عمل ايه الجدول ده? الجدول ده ما عمل ايه جاب البرسنتج بتاعته. يعني قال ال 8291 على مجموعة داتة كلها اللي هي فلو فاكرين ان احنا كنا جايبينها من اكسل ده هنا. المجموعة كله كان مية وتلاتة وعشرين الف وستمية وتسعة. تمام? ده عدد داتة كلها. عدد داتة كلها كان مية تلاتة وعشرين الف وستمية وتسعة. يبهو دلوقتي. يبهو دلوقتي اسم 8291 على الرقم التاني ودربه في مية جابه الرقم دي. اسم كل واحد ودربه في مية عشان نجيبها كبرسنتج يعني. ماشي? وبعد كده عشان نجيب نفسها نعمل ايه? هقسمها على مية. هقسمها على مية. ان نفسها ما غير المية دي بقسمهم على بعض وخلاص. كأن الرقم ده على الرقم التاني وخلاص الدوتة ايه. ماشي? تمام. دلوقتي بقى هو عمل ايه? الجدول ده هو اول جدول يهمني. فيه الاتش اس والديريكشن والبروبابلتي. تمام? ده بتاع اللي هو ده. اللي انا هدخله على مايك. ماشي? تمام. هو دلوقتي عمل ايه? هو شرق كل الداتا اللي فيها صفار دي. شالها خالص لغاية. وجاب بس الحاجة اللي هي ارقام. واحطها في جدول. اهو الاتش اس بربع. الربع ده جابها من نين? جاب البن في النص كده. مش اخد الابر ليمت ولا اللي هو الليمت. اخد البن في النص. عبر عنها بربع. ليه من زل والنص دي قالها بربع. ومن نص الواحد هتلاقوها ب او. سين فايل. هتلاقو كل شيء يعمل كده. جابها الكل دياريكشن وجاب بتاعتها. ولقى بس الداتا اللي فيها الصفار. يعني لغم فوق داتا اللي فيها الصفار. يا كل حاجة كان لها ارقام كده ايه? مئة وطلعتاشر. تمام? مئة وطلعتاشر. لكن العدد الاساسي بتاعهم قد ايه? لو قلت الستاشر في الاتناشر واضربهم في بعض. تمام كده? ماشي. ده الداتا الحقيقة لانما لديها ارقام مش بصفار هو دي. هو دي كده. تمام كده معي? يمانا دلقتي معي اتش اس وديركشن. هل انا معي مش معي. لسه هجبها. هقول لكم هنجيبها ازاي من فايل تاني. تمام? بس دي تهمني لان احتمالية حدوث دي هي نفس احتمالية حدوث. الاتش اللي هجبها في منطقة الدراسة من مايك. نفس احتمالية حدوث. اللي هشوف ما ساعتها هتكون بكامل. تمام? ماشي. هاجيب بعد كده فايل تاني اللي هقول لكم هنجيب منه التي ازاي? التي اتش. الفايل ده هو فضل يجيب علاقة ما بين. الويف بريد والويف ظايت. بس دي يجيب علاقة ما board يا. اتش. يعني ايه? يعني دلوقتي السجنافكند تويف ظايت. و الويف بريد. الويف بريد من زيله الواحد. لما كان السجنافكند تويف ظايت. لما كان السجنافكند تويف ظايت مسلا? لأ لقا قلينا مسلا نقطع الآن عشان ينجيوا نكون الرقم كبير شوية من ثلاثة الاربعة. يعني دلوقتي من ثلاثة الاربعة. الويف皮ود كان من ثلاثة الاربعة ساكن. ماشي? تمينه. الويف فريد من ثلاثة الاربعة ساكن. وكان الزيجنفيكانت ويف هايت من زيرو لنص. كان حصل خمس ثلاث مية وعشر مرات. خمس مية وعشر مرات. يبقى انا دلوقتي عمل علاقة ما بين الفريديك تاين والويف هايت. بس عمل علاقة ما بينهم. شايف كم مرة حصل ويف هايت من زيرو لنص. وكان الويف فريد بتاعتها من الثلاثة الاربعة ساكن. كم مرة. يفيدل يعمل الكلام ده. الكلام اللي هنا ده لو خدت ولكه هتلاقيه هنا كابين فور اول ديريكشن. هل فور اول ديريكشن دي حاجة ليها معنى? لا. انا عايز كل ديريكشن الواحده. هل انا ينفع جيب? حاجة حصل من انتجاه الشمال. ما حاجة حصل من انتجاه الجنوب? ما ينفعش. انا دلوقتي اللي فوق ده بس كده ايه? حاجة بس البرنامج عملها. انا مش هتهميني في حاجة. اللي هميني هنا بتاعت كل ديريكشن. ده اتجاه الشمال. يبقى انا دلوقتي حصل من مثلا من صفر لنص. حصل ويف هايت من صفر لنص. وكان الويف فريد بتاعتها من ثلاثة الاربعة سنية. في اتجاه الشمال ستمائة ستة وثمانين مربع. تمام? اصحي. ماشي? تمام. فانا دلوقتي جبت عدد المربس بتاعت الخدوث وحاولت اربط ما بين الاتنين وبعض. حاولت اربط كل اتجاهة بين الويف هايت وويف هايت. بس عشان ايه بقى? عشان اوصل للقانون الحلوى اللي تحت ده. الريليشن دي هو وصل لها من ده. من العلاقات دي. ووصل من الت بتساوي سي وان كوفيشنت واحد في الويف هايت. باور كوفيشنت واحدة وكوفيشنت اثنين هو حزبه. من الريليشن واناليسس ده كل وصل القانون. وصل القانون استنتج من الويف بريد من الويف هايت. يعني انا دلوقتي الجدول بتعروز اللي هنا ده. ده. انا عندي دلوقتي اتش و تي. اي اتش و ديريشن قصدي. نقيسني التي. اجيبها ازاي? هقول ان التي بتساوي الكوفيشنت اللي هو واحد. اللي هو كان عندي بسيكس بوينتو. ماشي? واضربه في الاتش اللي هي موجودة هنا. واعمله باور السي اثنين. كده جبت التي. يبقى اخطها في جدول على الاسل اللي كده. اشوف الاتش و الاتش. والتي احسيبها من القانون ده. واحطها جمع. وكده الاتش اللي كده اللي بدخله على مايك عشان اجيب منه الاتش عند نقطة الدراسة لانا بحدده الكوردنس التعدي. كله وصل له كده التمان النقطة دي ماشي. يبقى ده كده ده كده ما هو يعني انا دلوقتي ده داتا اللي هي موجودة عندي انا معملتش اكسترابوليشن خالص. انا كده داتا اللي عندي تحت الاربعين سنة. تمام? استمتجت منها عند الاتش ستودي فمتجت دراسة بتاعتي كل حاجة كده كامل اللي على اساسها بشوف ان هقفل المينة امتى. بس هو ده اللي مستخدمه فيه. تاني حاجة. عندي فايل الفايل اللي الميني التاني. الاكستريم ويفز. ده بقى اللي دخل في ويبل وعمل منها اكسترابوليشن. عشان يجيب لي عند كل. الويف هايد كده كده. تمام? يبقى انا عندي دلوقتي. في اتجاه الشمال. كان عندي عدد البي او تي. عدد البيك اوبر تريش هولد في الاربعين سنة. في اتجاه الشمال. كان ربعمية تمانية وعشرين. هو دلوقتي هنا اللي فوق ده برضو عمل الاول. اللي هي مش هتهمني في حاجة. هو بس ما هو الا اناليسيز مش اكتر. اي كان عدد كل البوتس في كل الاربعين كان 3216. البوتس اللي هي ايه? كان اللي هي كانت فوق المتر اللي نحددته في الاول. اللي هي كانت هنا دي. انا كان المتر يبقى ان البوتس اللي هي الفوق دي. لمدة اربعين سنة في اتجاه الشمال ام جايب عدد البوتس كان بربعمية تمانية وعشرين. احنا مايش. الويبل اللي قلت انا نخليها بصفر عشان هو يقصده الواحد. فانا دلوقتي دخل. دخل بقى جاب بقى الاربعين عندي بقى كده. البيكوة التشولد كده. انا دلوقتي كل واحد فيكو الدكتور بيحددله هيشتغل على الاربعين. تمام? يعني مثلا حددلي ان انا عند الاربعين بخمسين. سي مثلا انا انا عند الاربعين بخمسين. يبقى انا عند كل الاربعين هجيب بتاعت الخمسين. نجيب الاتش اللي هي اقصى. اتشة حصلت في الخمسين سنة دول كانت ايه. اللي انا على اساسها بعمل ديزاين. تمام? ماشي. فانا دلوقتي بافضل عمل بقى كل الكلام ده. وبرضه هعمل جدول في ايه? الجدول في الاربعين والاتش. هيجيب التيم نين? من الكون اللي احنا جبناه من شوية. تمام? يبقى انا عندي اتش وديركشن وتيل. البرامج التانية تاخد اتش وديركشن وتيل. هي بس انا بس اللي انا محتاجة. هما انش محتاجة انا في حاجة. هلاقيه هنا? هلاقيه هنا في حاجات كده ايه? مش عاملني انا لساس. ليه بقى? الدياركشن اللي بيلاقي منه عددهم اقل من 3% متعة الداتا دي اللي هو العدد الكلي. لما يلاقي عددهم اقل من 3 بيعتبر ده اتجاه الارض. بيعتبر ده اتجاه الارض يعني ما فيه شوية فهات يتيجي منه. الارض. لانشان عندي دلوقتي. الارض اللي انا كنت رسمها هنا دي. مش دي ليها اتجاه. هل فيه ويفز هتجين من هنا? لا. يوهو بيعتبر ده اتجاه الارض. تمام? لما يلاقي عدد البيكس اقل من 3% من العدد الكلي. يواسعتها بيعتبر ده اتجاه الارض. عشان كي ما بيعملش انا الاساس دي اصل. تمام? ماشي. يبقى انا كده معي ومعي الارض. ومعي الارض. ومعي الارض. ومعي الارض. ومعي الارض حصلت في 50 سنة دول. تمام? واجيب التيم التاني. هعمل جدول تاني. يبقى كده ده بتاع الاكستريم يعني جدول بتاع الارض. اللي هو الاولاني اللي هو بتاع الروز. جبناه من الروز. مني بسميها روز? عشان جاي من الارض. يعني. تمام? ده كده بتاع الارض. ده اللي بعمل منه ايه? بحدد منه انا هقفل لمينة امتى? بحدد منه الارض. وما اقلنا منها. حصل احتمالية حدوثه قد ايه? هل كانت اكتر من تسعين? يبقى لقى. يبقى اللي اوت الماستر بلان بتاعك ده مش مقبول. زود بقى الريكوترز اه عقصد يزود اللينز بتاعها اعمل اي حاجة بس المهم ده مش مقبول. تمام? ماشي. بعد كده تاني حاجة. ده وصلت الاقصى ويب هايد. حصلت في خلال معينا. الدختر هيحددها لي مئة سنة خمسين ايا كان هيحددها بتاني. تمام? ماشي. ده ده عمله ايه? عمله من ايه? عمله من ايه? عمد خلاو ده تاربعين سنة بس. وصل منين للكلام التاني ده? وصل من ويبل ديستربيوشن. وصل ان هو عمل عن طريق ويبل. تمام? دخل في قانون متاع ويبل وعمل من نسس كتيره. وهو زبط لوحده الالفا. زبط الفراميت بتاع الالفا ده زبطه برقم معين. اللي هو هيخليلي الكيرف بست فتنج اكتر حاجة مع النقط بتاع تباوبيلتي بتاعتي. خلاها اقرب حاجة. وصل الكلام ده. وصل الميت سنة حصل اقصى اقصى ويب هايد كانت بكام. وعلى اساسها بقوم عاملة جدول في الديركشن والاتش دي. اللي هي بتاع الاتش دي. باخدو الاتش. والتي. التي هحسبها من الى من القانون اللي انا جبته هنا ده. اللي هوكن عامل على وزيارك ما من التي والاتش. وجاب الكوافشنط واحد وكوافشنط اتنين منها. تمام? يبقى جبت تي. وانا كده عندي فيلين بعملهم على كسل. عندي فيلين بعملهم على الكسل. بيكون عندي فيه جدورين دول. جدورين دول ودهم ايه؟ دول اللي بدخلهم بعد كده from مايك اللي باجيب منه الويف هيت في كل حتة. كل حتة اي مايك ده ببتدي يدخلو بتاعت البريكووتر بتاعه عشان اشوف الويف هيت عنده كله نقطة في البريكووتر عشان نعمل ديزاين البريكووتر اللي انتو خدتهوه عشان انا بيبقى احتجب الاتش باجيبها عند كل حتة لان البريكووتر مش كله بيقى النافس الالتفاعة. اكيد الالتفاع بيقل اللي كلهم بوصل لعند الارض. تمام? بس فانا بعمل الكلام ده كله وبدخل على مايك وفي الاخر بوصل لحاجات ديزا. حتى عنده اي مشكلة. صعب الكلام ده ان هو يتعمل انا في الريكوردينجز.